موسيقى 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 قدر الله وما شاء فعال يعني إحنا كنا في اتجاه يعني المدينة ديال سيد بن نور التي كنا نقيم فيها المعسكر المقابلة الأولمبيك اليوسفية على بعد تقريباً ثلاثة كيلومترات من وصولنا للفندق يعني تعرضنا الواحد الحادثي كان غير ممتدر لأن كانت أشغال في الطريق يعني نظن أن الشركة التي كانت تشرف على الأشغال في الطريق لغاية العقد دياله وبالتالي يبقى الأشغال متوقفة وبالتالي ما كانت واحدة رمباء اللي ما كانتش في الأينارة ولا السائق ما منتبهش في آخر اللحظة اللي نبعته تصرف بسرعة ولكن كانت الحافة قريبة من الطريق وبالتالي قلبت من الحافلة الحمد لله كانت الكثير من الإصابات والردود عند اللاعبين اللي كانت أسرغولي وكنتمنى أنهم يرجعون لنا في أقرب وقت ممكن ويتشافوا في أسرع وقت ممكن إن شاء الله ورجعوا للعائلة ديالهم هو المساعد ديالي لأناس عزيم اللي فقد ليد دياله وكذلك هشام العروي هداف الفريق اللي تواخد العملية جراحية في الحاوض هذا هو من اللي كانوا إصابة بلغة كذلك الممريد ديال الفريق كريم السعيدي اللي تأوبة كيرقود في المصحة أما بالنسبة للجميع اللاعبين فكانت كما قلنا ردود متفاوتات للخطورة والحمد لله الجميع الآن في واحدة حالة نفسية جيدة رغم أننا مؤثرين بزاف سيرته نفسيا لأنه كانت واحدة صدمة كبيرة ماشي مستهل فريق يتعرض من قلب الحافلة دياله وتعرض للحاديثة اللي كانت يمكنت توصل لأمور اللي لا تحمد عقبها الحمد لله اللي جات الأمور على هذا الحال كنظن أن اللاعبين الآن كيتمتعب واحد يعني براحة نفسية من بعد ما تقامت لي من كشوفات جميع ديالهم وتبين أنهم ما عندهمش شي حاجة اللي خطيرة كنتمنى أن اللاعبين جميعا يتمثلوا للشفاء ونخرجوا من هاد المحنة ونوصلوا يعني للعمل ديالنا يعني بجد يوم سؤولية كما أخذناها من أول الموسم كنظن أن الفريق هذا الموسم كيتمتعب واحد لطادي سبري يعني إكسبسيوني كناني سبريد جروب كنعيشوا أجواء جميلة في التداريب ولا في السفريات ديالنا وهذا من عكس على الفريق إيجابيا خلال النتائج اللي كيحققها كنظن أننا إن شاء الله إحنا عازمين أننا نرجعوا ورجعوا بقوة ونفرحوا الساكينة ديال قنيطرة كما كتعرفوا النادي اللي كيتعد مرجعية في كورة القدم الوطنية ويعني اللي كانت عنده ألقاب كثيرة سواء على مستوى البطولة أو الكعس اشتركوا في القناة